قالت لجنة الإنقاذ الدولية في تقرير لها أن تغير المناخ وتفاقم الصرعات المسلحة وتزايد أعباء ديون وتقلص الدعم الدولي عوامل ستؤدي لتفاقم الأزمات الإنسانية في شتى أنحاء العالم خلال عام 2024 وفي قائمة مراقبة التوارئ لعام 2024 أشرت اللجنة إلى أن 20 دولة معرضة لأكبر خطر لتدهور الوضع الإنساني في العام المقبل مزيد من الأزمات الإنسانية ستتفاقم في شتى أنحاء العالم خلال العام المقبل ما بين تغير للمناخ وتفاقم الصرعات المسلحة وتزايد لأعباء الديون هكذا توقعت لجنة الإنقاذ الدولية في أحدث تقرير لها وفي قائمة مراقبة التوارئ لعام 2024 أشارت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إلى أن 20 دولة معظمها في القارة الأفريقية معرضة لأكبر خطر لتدهور الوضع الإنساني خلال العام المقبل التقرير يأتي بعد ارتفاع عدد من يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام إلى 300 مليون شخص فيما وصل عدد الذين أكبروا على الفرار من منازلهم إلى 110 ملايين شخص وجاء في قائمة مراقبة التوارئ الخاصة باللجنة الأراضي الفلسطينية المحتلة والدول من أفريقيا جنوب الصحراء وميانمار وأفغانستان في أسيا وسوريا ولبنان واليمن في الشرق الأوسط وأوكرانيا في أوروبا بالإضافة إلى الإكوادور في أمريكا الجنوبية وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن المناطق العشرين تضم حوالي 10% من سكان العالم لكنها تمثل 86% من الاحتياجات الإنسانية العالمية و70% من النازحين وحصة متزايدة من الذين يواجهون الفقر المطقع والمخاطر المناخية